الحمد لله رب العالمين أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ بالقوة قال سبحانه وتعالى وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ الإعداد والاستعداد هو قوة فإذا كان الإنسان يستعد وهذا الاستعداد طبعاً يشمل كل شيء كل شيء سواء كان ثقافي سواء كان اجتماعي سواء كان جسدي سواء كان عبادي كل شيء يطلق عليه قوة يجب أن نحرص عليه فينبغي المؤمن أن يكون على استعداد دائماً وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ يجب أن يكون الإنسان جسده سليم كما أن قلبه كذلك سليم وكذلك أخلاقه أيضاً طيبة الله عز وجل يدعونا إلى هذا وهذا فيه أيضاً بيان أن الإسلام لا ينبغي أن يدجرأ أحد ويتكلم على هذا الدين ويظلم ممن آمن بالله عز وجل ويستخف بحقه هذا ما ينبغي فعلينا أن نتذكر أن نكون أقوياء في الدراسة نقطع الأوائل كذلك أن نكون أقوياء كذلك في طاعتنا لوالدينا أقوياء كذلك في العبادة من الصلاة من الصيام كذلك يجب أن نكون أيضاً أقوياء في علاقاتنا مع الناس نتحمل آخرين ما يعني يأتي إنسان ويضايق وليش أنا يقول لي هذا الكلام تحمل لازم تتحمل وتصبر وهكذا يعني هذه المسألة مسألة القوة جاءت في قولها عز وجل جاءت في قولها سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من القوة جاءت نكرة تشمل كل قوة طيب الآن معنا هذا السؤال سلام عليكم يا شيخ أنا اسمي يوسف ناصر عندي سؤال هل خلوة مع البنت حرام؟ ذكر أخينا يوسف على هذا السؤال هل يجوز أن يخلو الشاب بالبنت هل يجوز هذا؟ طبعا لا يجوز العلاقة بين الرجل والمرأة يجب أن تكون بالحدود والضوابط الشرعية لما أن هذه البنت ما تحلك فما ينبغي أن تخلو بها وإذا خلوت بالبنت فاعلم أن الشيطان ثالث كما لا يخلو أن رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ولا يجوز الإنسان يخلو بالمرأة لأن هذا فقط للمحارم فأخوها عمها جدها الناس المحارم أما أنت غريب كيف تخلو بالمرأة ولذلك تحصل المشاكل العظيمة والعاذ بالله بسبب هذه الخلوة بل بعض الأحيان ليس فقط الخلوة يكون يتكلم هذه البنت بالتلفون وواحد يقول طيب ما في خلوة هو ما في خلوة صحيح لكن كلامه بالتلفون لا شك أنه سيكون فيه تأثير يعني يسمع كلامها وتسمع كلامه وبعدين راح تصير يعني مواعدة توعدون ويخلون ببعضهم بعض فهذا لا شك أنه من الأسباب التي يجب أن نقطعها لا تكلم البنت بالتلفون وحتى البنت نقولها لا تكلمين الشاب بالتلفون هذا يؤدي بالعذب الله إلى إلى أمور عظيمة جدا يجب أن ننتبه أن من طبيعة المرأة من طبيعة الرجل كواحد يميل إلى الثاني لكن هذا الميل يجب أن يكون في حدود الشرع بس أما في غير حدود الشرع ما يجوز يعني حتى لو كانت البنت يكلمها ودعمها أو ودخالها حتى هذا ما يجوز لأنه تعتبر إذن خلوة لذلك إذا أراد الإنسان أن يبتعن عن هذا الأمر أن يغلق الباب من أوله من طبيعة الإنسان خاصة البنت والولد إذا كان في ضرورة في ضرورة ماشي الضرورة تقدر بيقدرها كلمة بس كلمتين أما سوالف وضحك يعني يتفطرون مع بعض وتقدرون مع بعض ويتمشون مع بعض هذا ما يجوز هذا ما يجوز أعطيكم مسألة هي في القرآن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر عن قصة موسى عندما سقل المرأتان جاءت إحداهما تمشي على استحياء وقالت له كلمة يعني مختصرة جدا كالبرقية قالت أن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا بس هذه الكلمة ما تأخذ حتى خمس ثواني لكن لكن الكلام اللي قاعد يحصل بين البنات وبين الأولاد يقعدون ساعات طويلة يقعدون مع بعض ساعات طويلة وآخر الليل وبعضهم طبعا يخلوا بالبنت بالسيارة وغير ذلك بعدا يقولوا والله ما نقصد وحنا كذا هذا لا شك أنه أمر عظيم جدا الأعراض إذا انتهكت ما تعود ما تعود المال إذا سرق ممكن يرجع لكن الأعراض ما ترجع إلى يوم القيامة ما ترجع طيب نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الحفظ والسلامة ونعود إليكم إن شاء الله بعد الفاصل الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أبنائي بناتي في هذا البرنامج برنامج أبناؤنا يسلون معنا هذا السؤال السلام عليكم يا شيخ أنا اسمي علي محمد بوند أبي عف شنو هي أركان عقد الزواج زاك الله خير يا علي على هذا السؤال المهم أركان الزواج طبعا الزواج له أركان ومن أعظم هذه الأركان الصيغة وهي الإجاب والقبول وهذا يعني مهم جدا لأنه كيف نعرف رضا الزوج بالزوجة والزوجة بالزوج لا أبدا من الرضا يعرف من خال الصيغة فأولا الصيغة وهو الإجاب والقبول فالأب مثلا طبعا هو الأب هو الأصل في الولاية عن ابنته في الزواج فهو الذي يقول زوجتك يقول يعني للرجل زوجتك ابنتي فلانا على كتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المهر المسمى بيننا هو يقول الولد يقول لأبو البنت قبلت الزواج من ابنتك فلانا يذكر طبعا لازم على كتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المهر وهو الصداق المسمى بيننا هذه مسألة مهمة جدا إذا تم هذا فمعناتها معنى هذا الكلام أن البنت انتقلت ذمتها من أبوها إلى ذمة هذا الزوج طبعا فيه أمور أخرى يتعلق أيضا في عقد الزواج وهذه الأمور مهمة جدا منها الولي لا بد من الولي لأن لا نكاح إلا بولي ولا أصبح الزواج باطل والولي مهم جدا لأن الرجال لا يعني الرجل لا يعرف لما لا تعرف الرجال الرجل يعرف الرجال ولذلك نجد وجود الولي مهم جدا طبعا إذا كان أبوها مثلا متوفي رحمة الله عليه يكون من بعده الجد وهو أبو الأب إذا أبو الأب أيضا متوفي الجد أخوها ونبدأ بالأشقاء ثم الأخ لأب طبعا الأخ لأم ما يكون ولي لأنه من الأرحام ثم بعد ذلك إذا ما وجدنا نذهب إلى العم الشقيق ثم العم لأب وهكذا هذه ما تسمى عندما ترتيب الأولياء لا بد من ترتيب الأولياء طيب كذلك لا بد من الشهود شاهدين من الرجال يكون هؤلاء الشهود يعني أعمارهم فوق 17 سنة وتكون أيضا لديهم الأهلية عاقل وبالغ يعني الأمور المعروفة ويكونان كذلك هؤلاء الشهود يحضرون عقد الزواج حتى يشهدون على هذا النكاح العظيم أما وضع الزينة على البيوت وضرب الدف وعزيمة الناس في الوليمة هذا لا شك يؤكد على يؤكد على إعلان الزواج هذا يؤكد على إعلان الزواج لكن لا بد من الشهود لا بد من الشهود طبعا إذا تم هذا الأمر الناس كل الناس يعرفون أنه فلان تزوج فلانا وحتى يوثق لا بد أن يكون هناك أيضا مأدون شرعي حتى لا تكون هناك الحقوق تضيع بعد ذلك وأيضا فيه الاتزام بولي الأمر لأن الأمر أمر بذلك أن يوثق هذه العقود أما الذي يفعله بعض الناس أنه ما يوثق العقد كالزواج العرفي وغيره هذا لا شك أنه تضيع للحقوق من جهة الزوج ومن جهة الزوجة الزواج عظيم جدا وعلموا أن عقد الزواج من أعظم العقود في الإسلام الله سبحانه تعالى سماه الميثاق الغليظ الميثاق الغليظ فينبغي علينا أن ننتبه أن الزواج ينبني على كما قال عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يعني من أعظم المقاصد العظيمة في الزواج هو الاستقرار والسكن لتسكنوا إليها فإذا تزوج الرجل المرأة جعل بينهما مودة ورحمة نسأل الله سبحانه تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن ننقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته